أكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن مملكة البحرين تسعى دائماً لتعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمختلف المجالات وذلك بما يسهم في تحقيق المنافع المتبادلة جاء ذلك خلال ترأس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع 66 للجنة التعاون التجاري والذي تصدفه دولة قطر الشقيقة وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي يتضمن ورقة عمل حول استحداث لجنة دائمة تعنى بالاستثمار ومستجدات الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة 1 زائد 6 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والمنتدى المصاحب له فضلاً عن مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن الإحاطة بأعمال اللجنة التابعة للجنة التعاون التجاري واستعراض مستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ومستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية بالإضافة إلى تقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز التحكيم التجاري للعام 2023 وغيرها من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع